في هذا الشريط سنرى نوع آخر من خسائص الميزون فورم التي يمكننا أن تبقى على الفقرات النص دينا والتي نسميهم بالغوتخي مستمرين في العمل بلالاتر دو موتيفاسيون 3 بي اللي غتلقاو في شابيتر 3 من ميلف الموارد عموماً لغوتخي أربع أنواع غوتخي غوش بالإضافة للمرش غوش كتزادتنا بمسافة خرى 1 سنتيمتر أمام الفقرات اللي اختارنا مثلاً لقمت باختيار هاد الفقرتين وصحبت لصوري بهذا الاتجاه فلاحدوا كيتضعفوا بعد سنتيمترات زيادة على المرش غوش نفس الشيء اللي بغيت أنغوتخي دواء كنأخذ هاد المثلت الصغير وكنسحب أفقياً إذن أمام هاد الفقرات اللي اختاريت واللي عندي أنغوتخي دواء هنا بواسطة هاد المثلت اللي بتيجاه الأسفل كيساعدنا في تطبيق أنغوتخي لكن فقط بالنسبة للسطر الأول بالضغط عليه توم السحب السطر الأول من كل الفقرة هو اللي كيتطبق عليه هاد الغوطخي وهذا علاش كنسميه بغوطخي بخوميار لين وصنا الغوطخي نيجاتيف واللي هو عكس لغوطخي بخوميار لين واللي كيسحب جميع أسطر الفقرة اللي اختارنا إلا السطر الأول كيبقف محلو لاحظوا معي بنسبة لهاد الغوطخي يمكن لي كيفما قمت بإضافة مسافة في هاد الغوطخي الموجب وحصلت على دي غوطخي بوزيتيف فكذلك يمكن لي أنسحب لصوري بالتجاه المعاكس أو السالب بمعنى في اتجاه المارج وبالتالي كان حصل على أنغوتخي نيجاتيف فهاد الغوطخي يمكننا نضبطوهم انطلاقا من لغاقل كيف ما شفونا الآن وأيضا يمكننا نضبطوهم انطلاقا من البواد دو ديالوج باراكراف اللي شفونا في الشريط السابق بالنسبة لزالي نيومون بفتحة النافذة باستعمال هاد السهم وانطلاقا من هاد المنطقة المخصصة للغوطخي جميع أنواع الإعدادات اللي قمنا بها بمساعدة لغاقل يمكننا نقوم بها هنا أنا لغوطخي جوش لغوطخي دروى وهنا يمكننا نختاروا ما بين لغوطخي بخوم يغلين ولغوطخي نيجاتيف الآن من بعد ما فهمنا طريقة ضبط لغوطخي نرجعوا للنص ديالنا ونطبقوا عليه بعض الخصائص اللي تعرفنا عليها بالنسبة للنص ديالي غنحتاج نضيف انغوطخي جوش لعنوان مستقبل هاد الرسالة وكذلك للاسيناتور إذن نختارهم بمساعدة الزر كونتخول في لوحة المفاتيح وانطلاقا من لغاقل كنطبق عن غوطخي جوش ديال 8 سنتيمتر ومن بعد غنطبق عن غوطخي بخوم يغلين بنسبة الفقرات الرئيسية للنص إذن كنختارهم وبالضغط على هاد السهم هنا في نافذة باراغراف كنختار بخوم يغلين وكنكتب 1.5 سنتيمتر نضغطو على وكي ونرجعوا للنص اللي ولاننا بهاد شكل من بعد ما قمنا بتعديل لغوطخي الان غنسجلوا النص ديانا نمشيوا لانجلي فشي ومن بعد انرجistري سو نضغطو على أرديناتر ومن بعد على پاركورير ونفمي لوف الموارد فشابتر 3 غنسجل النص تحت اسم لاتر دموتيvation C3 ونضغطو على انرجistري ترجمة نانسي قنقر